السلام عليكم زيكتورة كاترة معاكم دكتورة دعاء انا ودكتور اسماعيل هنكتب لكم مادة الكوروماتوغرافي هناخد النهاردة تجميع الجزء الميترم اللي هو 4 دكتورة راوية اللي هو 4 محاضرات على السريع كده ده بالنسبة للناس اللي هي ايه بدأتش خالص عشان خطر الموضوع يسرع معاهم وينجزوا عشان يبقى بسبب دي الوقت وكمان عندنا اللي هو الحاجات التانية المواد التانية التبقى صعب اول حاجة في التجميعها هو تعريف الفايتو كيميستري هو عموما الفايتو كيميستري هبارة عن كيميستري يعني كيميا بتهتم بكذا حاجة بالكيميكال استركتور البيوسينسز الميتابوليزم والديستربيوشن والبيولوجيكال فانكشن بتاع الايه الساكندري ميتابولايت يبقى هي بتهتم بتاخد الساكندري ميتابولايت اللي النبات بيعمله اللي هو الاكتف كونيستوانت ويبتدي ياخدها ويشوف بتاعها بتصنعها ازاي ويعملوها طيب انا كشخص بدرس دلوقتي كروماتو جرافي مش فايتو كيميستري الكروماتو جرافي يعني بتاخد تلات حاجات اللي هو الاكتفكشن وتهتم بتلات حاجات الاكتفكشن والسيباريشن والبيورفيكيشن تمام التلات حاجات دول طيب بيقول لي طيب ده كده اول حاجة تعريف الفايتو كيميستري تانية تعريف اللي هو يعني ايه ايه قال لي يعني حاجات اصلها ارجانك تمام قال لي البيلانت عند اصر فوتوسينسيك ارجانيزم بتقدر تحول ال Masters اللي هو سانيوسيد الكربون لل ناتورال نتشينال ملوكيول ZLE ايه ممكن تبقى جولوكوز الحاجات اللي هو النبات بيكونة نتيجة عملية البناء الضوي قال لي اه ايه هي تعريف الفوتوسينسيسى قال لي اللي هو عملية البناء الضوي قال لي انه الشمس بيستخدم ال энيرجي اللي هي جاية من الشمس عشان يصنع الاكل بتاعه. الفود ده بيبقى عبارة عن الشجر او الجلوكوز ودوت عن طريق ان هو بيستخدم مية او ووتر زائد سانوكسيد الكربون زائد انيرجي هيدينا اللي هو الجلوكوز وهيدينا اكسوجين. تمام كده? قال لي طيب النبات ده بيطلع حاجتين قال لي اما او الفرق ما بينهم قال لي دي حاجات موجودة في النبات عشان الغزة بتاعه. يبقى هي بيبقى موجودة عشان ايه? الغزة بتاعه. فلازم يبقى موجودة في كل الخلية وموجودة في ميات كبيرة. يبقى موجود في موجود في كل النبات وبيبقى ده التغذية بتاع النبات. موجود فين? في كل النبات. بتاعته مسؤولة عن اللي هو انقسام الخلية. والاكتيفتي بتاعتها وان هي تقدر ان هي هي تستمر وهي هي البريكيرتر اللي بتكون لي الساكن دريمي تابولايت. امثل على قال لي الفات والكاربوهايدريت والبروتينزلية لحاجات اللي النبات بيأكلها واحنا كمان مناكل. تمام? طيب الساكن دريمي تابولايت قال لي لا ده دي بتبقى موجودة بكميات قليلة وموجودة في مش موجودة يعني مسلا لما كنا زمان في كنا منقول ايه السنة مسلا كنا منقول ايه ونكمل بقى كالشي اكتيفوليا او عموما يعني اي فاحنا كنا منقول يعني اللي هو الانصراكينون ده موجود في الليف بس وبعدين ما ناخد السولانيسي الاتروبين وي 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 موجودة في الليف بس ناخد مسلا حاجات تانية موجودة في كزا بس يعني في ارجان معين بها هي موجودة في ارجان معين ومش في كل الفاملس كمان لا موجودة في فاملس معين تمام وتبقى في بتبقى بتاحها اه اللي بتاحها موجودة في اه ايه لازمت قال لي مسؤولة عن يبقى احنا في قولنا مسؤولة عن انما في الساكندري هنقول مسؤولة عن البيلانت سيرفايفل اه انزا انفيرومنتل ده الجيش بتاعها اللي بيدفع عن اي حاجة غريضة اه في اللي هو القوة الدفاعية بتاعتها. المسالة عليها الالكالويدز الجليكوسايدز الفلافنويد السيرويد الحاجات دي كلها. يبقى انا عند الساكندري ميتا بلايت هي نفسها الاكتف اللي احنا بناخدها من النبات عشان نعمل منها ايه? ادوية. طيب بيقول لي يعني ايه يعني اصلا عملية اكسراكشن هي فكرة ان انا عندي النبات بيبقى في معينة او معينة. فانا هحط للنبات دوت من عندي ده هيدوى بالاكتف وياخد هايلي. يبقى انا بقى عندي دلوقتي ايه? يبقى عندي فيها حلوة كده. يبقى ايه هي عملية هي عملية تريتمينت او في البلانت تيشو ويز ابربريات سولفينت وهيدوى بايه? الاكتف كونسيتونت. قل وسكيب ان مايند لايك تسوف لايك يعني ايه? يعني الدكتورة بتقول انا بحبك وبدوب فيك. بمعنى يعني انا مسلا لو عندي مادة بولر اللي هيدوى باكيد البولر مش هيدوى فبالتالي انا بحبك وبدوب فيك. انا بولر وانت بولر يبقى انا هحبك وهدف فيك. حلوة كده يبقى خلي بالي يعني عملية ان انا عملية عشان ده هيعمل ايه? هيدوى بالمواد الفعال. وخلي بقى لك تمام? طب انا عندي اكتر من برامتر بيأثر لي في عملية اول حاجة هل ده هعمل له هل هاخده فريش ولا اخده بتاعته هل هو بيور ولا لا? تاني حاجة هي انت خدت بمعنى لو انا عندي بمعنى او هو فريش هتفرق في طريق قال لي او. تمام? قال لي بعد كده بيقول لي السولفنت اللي انا ممكن اخد به ممكن يبقى بولر او نان بولر زي البنزين الطلوين الهكسين انما بولر زي الووتر والميسانول والإسانول والاسيتون. تمام? بيقول لي السمبل بريباريشن قال لي اول حاجة ان انا ببتدي اعمل ايدينتفيكيشن للبلانت بعد كده اجمعه بعد كده اعمل بعد كده اطحنه بعد كده ابتدي اعمل اخطار السولفنت اللي انا هدوب فيه بعد كده اعمل اخترز بعد كده اعمل بعد كده الكلام اللي انا كدبه بسرعة كده اللي هو ايدينتفيكيشن كوليكشن دراينج جراينتينج تمام من اول بقى بعدين هعمل الكلام ده اللي احنا هنتكلم فيه في المحاضرة او في التجميع او في الجزع مثلا. طب ازاي اعمل ايه الطرق اللي عندي المتوفرة اول حاجة ودي بسيطة خالص بجيب فلاسكا وحط فيها وحط عليها السولفنت ويبتدي ايه على البارد كده يبتدي السولفنت يدوب المواد ايه الفعالة دي ابتدي بس انا علشان خطر احفز العملية دي ان انا اعمل تمام واستخدم السولفنت بتاعي مش باستخدم سولفنت واحد انا باستخدم سولفنت او بيقول السولفنت يعني ايه سولفنت يعني انا استخدم مسلا سولفنت الاول بعد كده بالتدريج هقعد ايه اشيل السولفنت وحط سولفنت تاني البولارتي اعلى 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 تمام? قال لي بالنسبة البولارتي ممكن استخدم هكسين بعد كده بعد كده ايصار لحد ما في الاخر اوصل لماء. طب فكرة ده تنفع ليه قال لي للحاجات اللي بتتكسر بالحرارة لان انا هنا ما استخدمتش اي حرار. تانية حاجة ان هي تستخدم فيه يبقى ايه? دي المميزات بتاعتها. طب عيوبها ايه? ان مش هيحصل ليه يبقى انا عندي كده مش هيحصل له في كل حاجة. ليه? قال لي لقينا اصلا عمليتي على البارد دي مش كل حاجة يعني مش كل الاختف كنسيت وانت اصلا هتضف في السولفنت حلو? طيب تانية حاجة عندي اللي هو الهود بير كوليشن ودوت اللي هو زي العكس الكلد اكسراكشن هحط الفلاسكا بس انا هنا هسخن وحط فيها البيلاند والسولفنت ويه هسخن يبقى انا هستخدم روندد بوتوم فلاسك هحط البودر بتاعي على هيئة دراي برضو في الكلد كنت باستخدم دراي البودر مش باستخدمه فريش. قال لي هنا المكتشر هبتدي اسخنه اندر ريفلاكس. قال لي يوزنج سولفنت ايس باستخدم هنا السولفنت ايسانول او ايسانول. طب ايه الادفانتش بتاعته? هي فكرة الريفلاكس دي اللي هو بيبقى عندي الكوندينسر. يعني ايه كوندينسر? يعني مسلا عندي السولفنت انا بسخنه. فبيتير لفوق. فهو لو طار هيحصله افابوريشن. لا بيبقى قدامه حاجة اسمعه كوندينسر. يبتدي ايه? يبتدي يعمل له كوندينساشن فيتكسف وينزل تاني. تمام? هي دي فكرة الريفلاكس دي. تمام? طب ايه بتاع الهوت بيركوليشن? اول حاجة ان الموضوع بيبقى سريع رابط. كمان يعني في حاجات كتير ممكن عمل لها اكسراكشن بالهوت ايسانول. كمان اني بيحصل هنا اكسراكشن. طيب ايه هي العيوب? قال لي عيوبها ان هي ما ينفعش الحاجات اللي بتتكسر بالحرور. تمام? طيب ايه الحاجات اللي هركز عليها وانا بقولي الميسود? هل انا هستخدم حرارة ولا لا? هستخدم نوع ايه? تالت حاجة هستخدم البودر اللي هو البلانت بتاعي هل هو هستخدم فريش ولا درويد? تمام? طيب تالت حاجة عندي اللي هو السوبر كريتيكال اكسراكشن. وده هنا هستخدم اه الجاز اه بس ادم جاز. الجاز ديت بيبقى عندها اه صفة ان هي بتتحول ازا ليكويد اندر بريجر. طيب انا حطيت بريجر فهي بتبقى ليكويد هو السولفنت بتاعي ليكويد اندر بريجر. هشيل بعد ما خلص عملية الاكسراكشن هشيل البريجر يوم ايه? اللي هو الجاز ده السولفنت تتحول ليكويد فيطير. فكده ايه? الموضوع بيديني بيور اكسراكت في الاخر. ان انا خلصت خلصت ان السولفنت اتبقى عند الاكتف كونيكسيت وانت هي البيور لوحدة. تمام? ايه امثلة للغاز اللي بيبقى ليكويد انه هو يتحول لليكويد اندر بريجر هو السينيوكسيد الكربون. هو الكربون دايكسايد. تمام? بيستخدم ليه? للمور سينسيتف كومباوند. ايه مميزاته بيدينينا كليير حاجة كليير. نو كنتامينيشن يقصد بالكنتامينيشن هنا ان البرودكت بتاعي مش هيحصل له كنتاميشن. اكيد مش يقصد بيه الميكروبات والكلام ده. لا هو يقصد بيه كنتاميشن وز السولفنت مش هيتلوز بالسولفنت بتاعي. قالي مش هيدينا جزء من السولفنت كده مش هيتبقى زي بقيت الطرق. بيبقى سريع وشور طايل. بيقدر احافظ على السولفنت تاعي عن طريق ان انا باخده تاني واستخدمه كذا. كان بيه ميكسد وز اناظر بولر سولفنت عشان ازود البولاردي. اه مشكلته ان السوديوم ان هو الكربون دايكسايد دوت نان بولر فماينفعش في حالة النان بولر كومباوند. ينفع بس في حالة النان بولر كومباوند. ماينفعش في حالة البولر كومباوند. فانا اتغلبت على الموضوع ده ازاي? عن طريق ان انا اضيف له حاجات ايه? عشان ازود البولاردي. اهي ده صورة ان انا حطيت البلانت والسولفنت وقفلت وابتديته اعمل احركه لو هو يعمل لوحده. تاني حاجة اللي هو عندي اهو في الصورة بيبقى عندي اه اللي هو عملت له فابتدأ يمشي هو تويتحول لسولفنت بعد كده يعدي ويداوب المواد الفعالة اللي هو السوليوت ويروح تاني اقل للبرجر. فيقوم ايه سانوكسيد الكربون يطير عبتدي استخدمه مرة تانية وهكذا. اه رابع طريق عندي اللي هو السوكسلت اكسراكشن ودي فكرتها ان انا بيبقى عندي بصوا في الصورة مش لازم تحفظه بص بصوا للصورة. الفلاسكا اللي تحت بيبقى فيها السولفنت وبيبقى تحت الفلاسكا المفروض هنا يبقى في اه حاجة كده مسلا وليكن ووتربوس او اي حاجة ده مصدر للحرارة مصدر للحرارة تمام طيب بعد مصدر للحرارة ده اللي هيحصل. طيب انا عندي مصدر للحرارة اه وفيه السولفنت السولفنت ده هيتبخر هيتبخر هيطلع فين هيطلع فيه اللي هي فيه اللي هو تكسيف فينزل على هاي الدروبس زي ما انا رسمه كده الدروبس دي بتبقى هوت سوليوشن او هوت سولفنت تمام الدروبس دي هتنزل على المفروض ان انا عندي هنا كده حاجه اسمه سيمبل يعني ايه السيمبل دي دي عباره عن حاجه كده زي الكارتونه الكارتونه دي بتكون مصنوعه من ماده يعني ما قد تقطعش بالسوله بالسولفنت او بالحروره المهم هدف السيمبل دي ايه ان هي بيكون بتحت وعلى جوه هنا البلانت تمام سواء بقى البلانت موجود على هيه بودر او البلانت ده موجود على هيه اه فرش بلانت او اي حاجه المهم البلانت ده وجود السيمبل او الكارتونه ده بيمنع ان البلانت ينزل تحت تمام فبيبقى عندي هنا خلاص اللي هو السولفنت بيبقى نازل من الكوندنسر بيبقى نازل بيبتدي ينزل على البلاند ده ويبتدي الدواء بالمواد الفعالة وبعد كده ينزل بقى هم ينزل في الانبوبة الرفيعة ديت وينزل لتحت تمام يبقى انا عندي انا طلعت بفوق السولفنت طلع لوحده على هيئة فيبر وبعد كده هينزل على هيئة ايه اكستراكت تمام الموضوع ده بقى بيفضل كنتينوز 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 لحد اما انا بقى في الاخر ببتدي افصل الكهربا وابتدي استنى شوية ولحد ما الموضوع خلاص ايه يخلص وابتدي ايه انا اللفظ المحتويات البتاع ده وانا اللي بفصله بايدي يبقى طول ما هو شغال فهو شغال كنتينوز تعالوا ما نشوف بقى الكلام بيقول لي التكنيك دي كنتينوز ايه قلي لي كنتينوز لان هي بتعدي يلفل وحده طول البتاع طول ما انا مفصلتوز بتعدي تشتغل لوحده تعمل ايكستراكشن قلي البودر بلاند اس بليست ان يعني البلاند دوت بتبقى موجوده فين في السيمبل اللي احنا الكارتونه دي مصنوعه من فيلتر بيبر سروه ويتش سولفنت اس كنتينوز لي ريفلوكس بيه ده انه يطلع وينزل يطلع وينزل السولفنت ويل دي سولف هيدوى بايه المواد الفاعله هوين الشامبر اسفلت لما الشامبر تبتدي تتميلي الشامبر دي اللي هو السيمبل دي تبتدي تتميلي على الاخر هيبتدي يصرب بها وينزل لتحت اسفلت ويز السولفنت اسفلت ويز السولفنت اسفلت ويز السولفنت يعني ايه يعني هو بيعمل كوندنسيشن للسولفنت ويخليه ينزل لتحت عن طريق عملية الكوندنسيشن اللي هي الايه التكسيف طب ايه هي مميزات وعيوب السوكسلات مميزاته ان هو رابط وايكونوميك بيحافظ على السولفنت بتاعي ما بيخليش يطير ان انا ممكن احط كمية كبيرة مرة واحدة ويسيبه مسلا ايه يشتغل لوحده كده ويعمل اللارج امونت دي يعمل لها اكسراكشن اه مبيحصلش كونتامنيشن لان هو مفهول باستخدامه في عملية دراك ديسكافوري وييه يعني ايه يعني بيقدر اعمل ريكافوري الكمية كبيرة هي نفسها نفس الايه اللي انا بقول تنفع لكمية كبيرة اللي هو هي بيولوجيكا ليه اكتف نوت لوسط اون الهيتنج بمعنى الاكتفتي بتاع المود الفعاله ما بتتكسرش بالحرار طيب قال لي اكيد ما ينفعش حاجات السرمولابايل قال لي كان كريات اكستراكت ان بيولوجيكال انستيبول انت فلاطايل اويل في حاجات معينه ما تنفعش معاها الموضوع دوت و بتبقى بيولوجيكال انستيبول فما ينفعش معاها قال لي كان ايه الكلام ده يعني ممكن يغير في طبيعة المود الفعاله ازاي قال لي ماهو انا بيبقى عندي المود الفعاله بتبتدي تنزل في السولفنن والسولفنن ده في احتكاك مباشر مع الحراره فالحراره دي بتفضل موجودة كتير مع السولفنن فممكن يغير نتيجه الحراره الكتير دي تبتدي ايه تغير في المواد الفاعل. عشان كده افضل حاجة ان احنا ما نخليش الكونتاند ده الكونتاكت ده يفضل لفترة طويلة. قال لي يعني اللي هيطلع هيتبقى في جزء معين منه او جزء حتى لو صغير من اللي انا عملت هيتبقى جزء منه دوت الريسيديو مازال موجود فيه الاكتف كونس اتبقى حتاج من انا افصله بعد كده. تمام? طيب يعني ايكستراكت يعني الصولفونت ده في المواد الفاعلة. اللي طالع معي ده اسمه الاكستراكت. الاكستراكت ده على حسب نوع الاكستراكت اللي انا استخدمته لو هو بولر يبقى الاكتراكت هيطلع بولر لو هو نون بولر يبقى الاكستراكت هيطلع نون بولر. يبقى انا عندي نوعين اللي هو الليبوفيلك بيدوب في الليبيت ودو ودوت فات لافينج او بيدوب في الووتر اللي هو استخدمت انما استخدمت البولار طيب بعد ما عملت وطلعت الاكستراكت التاعي الاكستراكت ده عبارة عن المواد الفعالة والسولفنت انا دلوقتي محتاج ايه? انا محتاج المواد الفعالة مش محتاج السولفنت فحامل خطوة بعد الاكستراكشن هي الكونسنتريشن. الكونسنتريشن يعني ايه? يعني ان انا اطير السولفنت ويتبقى عندي المواد الفعالة بس. قال لي الكونسنتريشن ده بيتم عن طريق تلات حاجة من تلاتة. اما الروتري افابوريتور وهو ان انا استخدم حاجة كده اللي هو اطير بالحرارة. او استخدم النيتروجين جاس. ودوت بيستخدم من واحد لخمسة ميلي. وده للحاجات اللي تتكسر بالحرارة. تلات حاجة اللي هو اللي هو الفريز دراينج. اللي هو اتخلص من من السولفنت عن طريق ان انا اجمده. تمام? قال لي ازاية اعمل قال لي والله يمكن يبقى فيزيكالي او يبقى كيميكالي او يبقى سبيكتروسكوبي او بايولوشي. تمام كده? اه فيزيكالية عن طريق الخواص الفيزيائية زي السولوبيلتي الميلتينج بوينت البويلينج بوينت الاوبتيكال روتيشن. كيميكالي اعمل كيميكالي اكشن اتعرف بيها سبيكتروسكوبي. اعمل اشوفه في في السبيكترو اه او بايولوشي اشوفه هل هو شغال في الجسم الاكتيفتي شغاله ولا لا. اه بعد كده هندخل في اه في اللي هو المحاضرة يعتبر احنا كده خلصنا المحاضرة التانية. هندخل في المحاضرة التالتة اللي هي بيتكلم عن يعني ايه كروماتوغرافي? الدكتورة قلت اتكت قوي على كلمة ان هي فيزيكال تيكنيك. يبقى دي عبارة عن ايه? قال لي ان هي عبارة عن تبقى بعمل ايه في التكنيك دي هي يعني كروماتوغرافي لون. تمام. اه وهي اساسا معانيها السباريخة. يبقى هي نبفصل حاجة عن حاجة. يبقى هي يعني هي عملية فزيائية من خلالها بفصل المركبات عن بعضها يعني عملية الكروماتوجرافي دي هي العملية اللي بعد عملية اللي هو الاكستراكشن يعني انا في الاول عندي النبات عملتله اكستراكشن دوابت المواد الفعالة في ارجانيك سولفنت تمام بعد كده عندي المواد الفعالة دي موجودة في السولفنت اللي معايا ده اسمه اكستراكشن حلو طيب انا عدلوقتي انا محتاجة المواد الفعالة ولا السولفنت المواد الفعالة الوحدة فعمل عملية اسمها هطير السولفنت يتباع عندي المواد الفعال حلو بعد كده هعمل الخطوة البعدية هي الكروماتوجرافي يعني ايه كروماتوجرافي يعني ان انا افصل بقى المواد الفعالة دي مش مادة واحدة او مادتين دول اكتر من مادة ممكن الكلويد وفلاطايل اويل ومعرفش الكلويد نفسه ممكن يبقى كزا الكلويد مع بعض مش حاجة واحدة ممكن يبقى 60 مركب مع بعض يبقى الخطوة اللي بعد الكونسنتريشن ديت ان انا بعمل كوروماتوجرافي ابتدي اعمل سيباريشن افصل المواد الفعالة دي عن بعض طب بافصلها ازاي عن طريق ان انا ببتدي اخليها تقسم نفسها between two phases mobile phase والstationary phase حلو كده طيب قال لي ان انا عند الميخايل توست ده ده اول عالم اشتغل على عملية الكوروماتوجرافي ده او هو اللي ابتدى عملية الكوروماتوجرافي ده عن طريق ان هو اشتغل على البلانت بيجمنت اللي هو المواد اللي اشتغل عليها كانت ملونة فبالتالي كان سهل بالنسبة له ان هو يفصل المركبات عن طريق اللون قال لي طيب يعني ايه كلمة كوروماتوجرافي هقسمها كروم يعني color graphian يعني to write يعني انا هفصل المركبات الملونة وto write ان انا اسجلها او اعمل لها record حلو كده طيب الclassification of الكوروماتوجرافي عملية الفصل دي انا ممكن اعمل لها classification according to كزا حاجة اول حاجة انا قلت ان انا المركبات بتقسم بعضها between two phases اللي هو اللي هو الstationary phase والموبايل phase فانا ممكن اعمل classification الخوروماتوجرافي according to mobile phase او اللي استيشنري phase او الايكوب منت اللي انا هستخدمه او الميكانيزم اللي هيحصل في السيباريشن according to mobile phase قال لي الموبايل phase ده من اسمها موبايل يعني بيتحرك طب هل يعقل ان حاجة بتتحرك تبقى صلد لا طبعا يبقى هو ممكن يبقى جاهز او liquid تمام كده قل لي ممكن يبقى liquid فبقول عليها liquid liquid chromatography liquid الاولى بتعبر عن mobile phase liquid التانية بتعبر عن الاستيشنري phase chromatography حلو كده يبقى انا عندي لو هو الاستيشنري phase liquid والاستيشنري phase liquid يبقى في الحالة دي بقول عليها لو الموبايل فيس كان صولد بقول عليها تاني حاجة عندي اللي هو كروماتوغرافي وده اللي احنا عرفنا هننا بيبقى عندي عبارة عن جاز والجاز دوت بيكون عند البرجر بيتحول لليكود ولو انا شلت البرجر ببتدي يتحول لجاز تاني وطياره وعندي الجاز كروماتوغرافي لو كان الموبايل فيس هو الجاز وما بتحولش لليكود هو الجاز عادي يبقى بقول عليها الجاز والل رقم اللي هو الحرف الاولاني هو الموبايل فيس جاز والحرف التاني بيعبر عن اللي هو لليكود كروماتوغرافي يبقى ممكن يبقى عندي الموبايل فيس لو لليكود فهو عندي اما لليكود لليكود كروماتوغرافي او لليكود صولد كروماتوغرافي لو هو جاز يبقى جاز لليكود كروماتوغرافي او جاز صولد كروماتوغرافي او يبقى سوبر كريتكال فليويد كروماتوغرافي تاني حاجة التأسيمة على حسب الستشنري فيز والله الستشنري فيز ده ممكن يبقى صولد او ليكويد يبقى جاز صولد كروماتوغرافي او ليكويد يبقى ليكويد ليكويد كروماتوغرافي او جاز ليكويد كروماتوغرافي طيب التأسيمة التالت بتاع الكروماتوغرافي ممكن يبقى according to الكولامن على حسب الاكويبمنت انه هستخدم ايه الاداة اللي انا هستخدمها عشان يحصل عملية السيباريشان ممكن هستخدم كولامن حاجه كده عامله زي عمود زي الصحيحة كده او استخدم بلانر حاجه زي الكراوسة ورقة كده زي الكراوسة تمام زي TLC انتم اشتغلته فيه في المعمل او البيبر كروماتوغرافي اللي هو البي سي الكولامن كروماتوغرافي عندي الكولامن كرومة او ال HBLC او الجهاز كروماتوغرافي تمام؟ طب الميكانيزم بقى اللي بيحصل فيه separation ممكن يبقى absorption, partition, ion exchange, gel filtration او affinity تمام؟ عند بعض terminology كده لازم اعرفها لما اجي اشتغل فيه جزء كرومتوغرافي علشان ابقى فاهم يعني absorbent هو لقب بيطلق على stationary phase ايه ال stationary phase ده؟ احنا زي ما قلنا لما منيجي بنفصل المركبات المركبات دي بتتخانق او بتقسم بعضها between two phases اللي هو stationary phase ودي حاجة بتبقى ثبتة وقفة مكانها ما بتتحركش ويء الموبايل phase اللي هو بيتحرك تمام؟ فعلى حسب بقى البولاريتي بتاع المواد هتختار المواد دي تقعد على stationary phase ولا تقعد على mobile phase يبقى الزرباند ده هو stationary phase تمام؟ بيبقى finally divided homogenous solid with small particle size that attract molecules to its surface الانالايت دي السامبل بتاعتي اللي انا عايز اعمل لها separation او الاكتف كورنسيت وانت اللي عايز اعمل لها separation عن بعض الكرومتوغرافي قال لي مثلا حاجة زي الجاس كرومتوغرافي كده ده عبارة عن جهاز بحط في السامبل يطلعلي في الاخر حاجة زي تشارت كده زي اللي كانوا بيظهروا لكو في العضوية اللي هو بيطلع بيكس ورسومات كده تشارت كده فالهي الكرومتوغرافي هو التشارت اللي بيطلع من الجهاز يبقى عبارة عن ايه الكرومتوغرافي ده قال لي ده final record as end of chromatographic separation technique final shape of the process يعني هو اللي هو التشارت اللي يطلعلي في الاخر على الكمبيوتر يبين لي السيباريشن اللي هو اللي هو الموبايل الفيز تمامANT اللي انا هستخدمه في السيباريشن تمام خلي بالي اليلويت 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 اليلويند ال Эلوينت ده الموبايل فاص pagiens west 3203ста عم تساوي كلمة أو encryption ألوينت بتساوي كلمة solvent تمام كده تاب ال إفلوينت الإفلوينت ده أي الéquد هيطلع من الكولان تمام كده يبقى إلأ ناح عط��서 موبايل فاص aplink اسمه ال الوينت طب الإفلوينت الخارج من أي أية سائل خارج من الكلان طيب ال الريتنشون طايم الريتنشون طايم ده ده برضو هتلاقيه شغال اكتر في الجاس كروماتو جرافي والبيكس وكده يعني مثلا لما اجا شوف البيكس اللي هو اللي طالع فيه الشرط كده اللي هو مثلا كيرف طالع فيدل ان فيه اكتف كونيستوانت موجودة او مركب موجود زي ما كنا بناخد في ال اي ار وكده في العضوية والحاجات دي اكيد انتو فاكرين اكتر مني طيب اللي هو بقى بيبتدي يظهر يقولك مثلا البيك دوت دي اتظهرت عند وقت كذا الوقت كذا اسمه الريتينشون طايم اللي هو يعني الريتينشون طايم الوقت اللي هو بياخده المركب عشان يحصله سيباريش يبقى هو يبقى الوقت اللي هيحصل عشان يحصل عملية السيباريش طايم ايه هو الريتينشون فوليوم ده الفوليوم اللي انا هستخدمه من الموبايل فيز عشان يحصل عملية السيباريشن طايم ايه هو الار اف فاليو ده مش موضوعنا دلوقتي بس هو هيبقى شغال اكتر في التي اللي سي لما احنا كنتو في المعمل بتاخدوه وتبتدي تحسبه المسافة ومن خلالها بتبتدي تعرف ايه الار اف فاليو وهل هو المركب بتاعك الموجود ولا لا والكلام ده كل يبقى الار اف فاليو ده المسافة اللي بيمشيها السيليوت اللي بيمشي عليها السيليوت يبقى المسافة اللي هو هيمشيها السيليوت عليها بس هي مش موضوعنا ممكن نشعل بالار اف فاليو دلوقتي لانها مش موضوعنا دلوقتي الفيجواليزيشن هي عملية ان انا شوف السيباريشن بعيني يبقى هو بروسس اوف ميكنج كالرليس باندس الباندس اللي قدامي على الكولن مش باينة فبتدي يبيني الباندس ديت او الفلاكشنز دي يبين هالي لانها كالرليس يحولي الى كالر او زبط طب التيلنج ده عملية اسمها باد سيباريشن يعني ايه يعني اللي هو السيباريشن تم الطريقة وحشة يعني فيبتدي يحصل تيلنج تيلنج ده انه هو يطلعلي المفروض المركب الواحد يطلع او الكمباوند الواحد يطلع في باند واحدة لا ده انا ممكن يطلعلي في اكتر من فراكشن او اكتر من باند دي عملية التيلنج يبقى هو اليوشن اوف الكمباوند ان مور زان وان فراكشن يطلعلي الكمباوند مفروض الكمباوند يطلع في فراكشن واحد لا يطلع في اكتر من فراكشن الريزيليوشن يعني ايه عملية الريزيليوشن عملية ability of any chromatographic process to separate the pure compound يعني ايه لما اقول good resolution يعني حصل good separation يعني في النهاية اتوصل لي المركبات عن بعضها بطريقة pure تمام الديفولوبمنت بقى بساوي عملية الريوشن بساوي عملية السيباريشن ان هو الموبايل فيز يمشي او ينزل على الستشنري فيز وينزل على السمبل ويبتدي يدوى بالاكتف كونستيتوانت عملية ان الموبايل فيز يمشي عليهم هي دي اسمها الديفولوبمنت يبقى description of هي ما هي الا وصف العملية الكروماتوغرافي وهي معناها running of الموبايل فيز روء الستشنري فيز تمام كده طيب قال لي تعالوا ما نشوف الفرق ما بين الاسوربشن والكروماتوغرافي قال لي بس ده مش موضوعنا ممكن يشألابه اللي هو الاسوربشن والبرتشن هو عملية يعني ايه اسوربشن يعني هي قوة المتصاص يعني المادة بتاعتي تمتص على سطحها الحاجة تمام وده بيبقى غالبا بتبقى في الستشنري فيز يعني احنا دلوقتي لما ناخد الستشنري فيز وانواعه كده هيكون الميكانيزم اللي هي بيشتغل بيه هو الاسوربشن يبقى البرنسبال بتاعته السيليوت عند الموبايل فيز مولوكيول كومبيت فور يعني بيتنفسه على الاكتف سايت اون سيرفز اوف الستشنري فيز يعني ايه يعني الستشنري فيز والله يمكن يبقى فيه مكان ممكن يربط يتربط فيه مثلا هيدروجين بونت او كده يبقى هما الموبايل فيز والسيليوت اللي هو السيليوت اللي هي السامبل بتاعت اللي بتحتوي على اكتف كونسيت وانت الاتنين دول بيتنفسه على الاكتف سايت اللي موجودة على الستشنري فيز فالانتر اكشن ده ممكن يحصل عن طريق هيدروجين بونت او اسيد بيز انتر اكشن او دايبول دايبول منحسب بحاجة اسمعها الكي دي بس ده برضو مش موضوعنا دلوقتي بس هناخده بعدين الستشنري فيز والموبايل فيز قال لي في حالة الزوربانت لازم الستشنري فيز يكون صلد الزوربانت انما الموبايل فيز بيبقى اورجانيك سولفينت عادي اه ابليكيشن على الزوربشان عندي حاجات كتير من ضمنها الكولن ودي اللي معانا في المتر حاجات تانية زي البلانر ودي مش معانا في المتر فالي هو اللي هي المقارنة دي عملها لك لبعدين تمام لكن هي يعتبر ممكن يعني ايه خليها مش معانا في المتر يعني تمام الكلاسيفيكيشن اوفي الكولن نكروماتو جرافي اكوردنج تو عندي الكولن من نفسه طيب انا خلاص انا عرفت قبل كده كلاسيفيشن بتاع الكروماتو جرافي فدلوقتي بقى هبتدي اتكلم عن الكولن خلاص دخلنا في الكولن قال الكولن ده ممكن يبقى جرافيتي او فلاش يعني ايه جرافيتي زي اوبن كولن العادي اللي انتو شفتوه في المعمل اللي هو عامل زي السحاحة كده وانت بتحط الورجانيك سولفينت اللي هو الموبايل فيز ويبتدي الموبايل فيز يعدي على اللي والسامبل وينزل لوحده انت متغطش باي باي فورس هنا او باي قوة هو مجرد القوة بتاعت الايه بتاعت الجاذبية هي اللي بتنزله انما ودي مشكلته ان هو بيبقى بطيق انما الفلاش ده بقى لأ انا ببتدي اعمله بوزيتف اير بريجر عشان ينزل بصورة تمام قال لي الجرافيتي كروماتو جرافي السامبل الفورس الاولينية انا هي السولفينت بيحاول يدوا بالكونباونت والاسوربانت اللي هو بيحاول يعمل ازوربيشن او او اللي هو يخليها يخلي الكونباونت يمتص على سطحه بمعنى ان انا عندي السامبل بيتخانق عليها اتنين الموبايل فيز بيحاول يدوابها والستشنري فيز بيحاول ان هو يخليها ايه تترصب على السطح بتاعه تمام؟ طب بالنسبه بقى للأزوربشن قال لي الكولامن كروماتو جرافي قال لي بيحتوي على ثلاث حاجات الاسوربانت اللي هو الموبايل فيز والكولامن كونستراكشن اللي هو الكولامن بتاعي بقى سواء هو اوبن او فلاش او كده تمام؟ قال لي اول حاجة نتكلم عن الاسوربانت اللي هو ايه مميزات الايديال اول حاجة ان هو بيكون فاين باودر او بيحتوي على هاي سيرفيس اريا قال لي لان كل ما البارتكال سايز بتاعتي تقل كل ما الفلوريت قل فيدينا جود ريسيليوشن او يعني ايه قلنا جود ريسيليوشن يعني جود سيباريشن لان كل ما البارتكال سايز تزيد الفلوريت هيبقى اسرع فالريسيليوشن هيكون اقل تاني حاجة ان هو ما يبقاش له لون يبقى colorless او white عشان ما يعملش ايه ما يعملش ضباب كده عليا وانا ما بقاش عارف هشوف البندس كويس قال لي ان هي ما يكونش بيدوف الورجانيك سولفنت الليه ما هو لو الستشنري فيز دف الورجانيك سولفنت اللي هو الموبايل فيز يبقى كده مش هيبقى في حاجة بتتخنق مع حاجة ولا اي حاجة بقى هتبقى مهلابية كلها سايحة في بعض كمان لازم يبقى stable ويبقى inart ما يتفعلش مع الحاجات التاني قال لي امثلة بقى على الستشنري فيز اللي احنا هنستخدمها قال لي اول حاجة اللي هو السيليكا جيل قال لي السيليكا جيل اللي دوت اللي هي السيليكا اللي احنا عادي دي most popular اكتر حاجة اصلا بتستخدم هي عبارة عن silicon dioxide وبيحتوى على كمية من المية المفروض قبل ما استخدمها ابتدي اعمل لها عملية activation وده بتتم عند درجة حرارة من 190 ل200 في الفورم لمدة ايه لمدة ساعتين طب ايه هدف الاكتفشن دوت ان انا اكون ان انا ابين من السايلانول سايلانول جروب لانها هي المسؤولة عن ان هي تمسك مع المواد الفعالة بالهايدروجين بوند قال لي طب لو انت استغبت بقى وعدت زودت درجة حرارة قوي وعملت excessive heating وانت بتعمل اكتيفيشن هيدينا مركب اسمه السيلوكزان وده بيبقى inactive السايلانول هو اللي هو بيبقى في الOH بيبقى باين هنا الOH هوت انما اللي هو السيلوكزان دوت بيبقى عندي اثنين مسكين في بعد المفروض يبقى هنا كده يبقى يطالع هنا وهنا وهنا او اتش فهنا خلاص معدش فيه او اتش فخلاص معدش هيمسك فيبقى كده ايه inactive ده ليه حاجة عندي الاليومنى قال لي زي الاليومنى ده بيبقى الامونيوم اوكسايد برضو بيحتاج ان انا عمله activation عند درجة حرارة من 200 الاربعين من 200 الربعمية لمدة 12 اول بيمسك ازاي في المواد الفعاله او بيمسك عن طريق بيمسك عن طريق بيمسك عن طريق بعد كده عندي انواع اليومنى عندي انواع كتير في منها نيوترال في منها بيزيك النيوترال هيفصل الحاجات النان بولر الاسيديك هيفصل الحاجات اللي هي الاسيديك كومباوند انما البيزيك هيفصل البيزيك كومباوند مثال على النانبولر اللي هو السيرويد مثال على الأسيديك اللي حاجات اللي بتحتوي على الكاربوكسيليك حاجات ممثلة على البيزيك زي الألكالويد أخدنا السيليكا ويه لأ اليوم نتابع الأسوربيشان أو اللي هو تابع هناخد ثالث حاجة اللي هو البوليامايد قال لي البوليامايد ما هو إلا بوليمر أوف الأكريلامايد بيبقى نانبولر وبيمسك مع الحاجات التانية عن طريق هيدروجين بون بيسادن فيه فصل حاجات بتبقى بولر الدكتورة سألت ازاي هو المفروض إزاي هو بيفصل المركبات البولر قال لي ما هي بسيطة ليه هي بسيطة أنا عارف إنه بيبقى عندي والموبايل فيز المفروض إنه هم مش دايبين في بعض فمعنى إن الستشنري فيز يبقى نانبولر يبقى أكيد الموبايل فيز بولر تمام طب هو إزاي بيحصل عملية السيباريشن إنه أنا بيبقى عند الموبايل فيز بينزل كده على السامبل فيبتدي دوب المواد الفعالة وينزل كده ويطلع يحصل اليوشن يطلع من الكولن تمام فاللي أنا بجمعه تحت هو الموبايل فيز اللي هو الحاجات الدايبة في الموبايل فيز هي دي اللي أنا بجمعها لهاي الفريكشنز تحت تمام فالمفروض إن الحاجات اللي دايبة في الموبايل فيز هي اللي تنزل يعني أنا دلوقت لما أعمل سيباريشن على حسب الموبايل فيز لو هو بولر هيدوى بالحاجات البولر لو هو نانبولر هيدوى بالحاجات النانبولر فلما بيبقى عندي الستشنري فيز هنا نانبولر معنى كده ان الموبايل فيزع يبقى بولر يبقى اذا هو بيدو بالحاجات البولر تمام فانا هنا هامل سيباريشن ايه هامل سيباريشن للتانن الفلافينويد الكربوهايدريت الانزوسين والانسراكينون معظم الحاجات دي هلاقيها بولر عندي كمان تاني فيه اللي هو الحاجات اللي السيشنري فيه زي الشاركل بس الشاركل ما بيستخدمش اول الحاجات اول حاجة لانهي لونه اسود فده اول شرط اساسا ان احنا قلناه في الايديال ان هو هيبقى تاني حاجة ان هو يعني انا لو عملت يعني خلاص رصبت الحاجات عليه صعب ان انا افصل المواد الفعالة عنه كمان ان هو ما بيحتويش على هو بس بيستخدم في ان انا اعمل تكليفكيشن للحاجة بتاعتي من الكولوروفيل تمام كده طيب ندخل بقى على ايه هي الادفانتش بتاع الاليومنة وايه هي الديس ادفانتش بتاع الاليومنة قال لي مميزات الاليومنة ان هي هاي سيليكتيفتي وسبسفست بتاعتها فور الكالويت او البيزيك كومباون ليه هايلي سيليكتيفتي اصلي قال لي اول حاجة لها هايلي سيليكتيفتي اول حاجة لانها نيوترال واسيدك وبيزيك فعلى حسب ما انا محتاجة اختار اللي انا عايزة كمان هي بتحتوى على جريتز كتيرة جريت وان و جريت تو و جريت ثري متسمع على حسب البرسنتش فمن خلالها اقدر ايه اناقل حاجة المنسباني اكتر تمام كمان هي سبسيفك اكتر للالكالويد والبيزيك كومباوند طب ايه هي عبها قال لي ان هي ممكن تعمل لبعض الرياكشن زي الكوندنسيشن اوف الالضياد والكيتون وزي السابونفكيشن اوف الاستر طب قال لي بقى لو انا قسمت على حسب البولاريتي اقل حاجة في البولاريتي اللي هو الساكروز والسليلوز والاضطارش واقعلى حاجة في البولاريتي اللي هو الاليومنى كده كده خلصنا اول حاجة اللي هو ندخل على تقريبا خلصنا محاضرة ثالتة هندخل بقى على الموبايل فيز قال لي الموبايل فيز ده ليه اسم كتير هو السولفينت وهو الالوينت والموبايل فيز ده وظيفته ايه هو اللي بيمشي على يبقى هو اللي بتحرك على يبقى ايه هي بقى مميزات الايديال اول حاجة ان هو يبقى انارد نون اكسبلوسيف لو بويلينج بوينت ما هو لو لو بويلينج بوينت هبتدي ابخره بسهولة عشان اعمل بعدين هعمل هو لو برايس يبقى مش غالي يبقى لو توكسوستي لو فيسكوستي ونون فولايل نيجي بقى على حتة اللو فيسكوستي والنون فولايل الاتنين دول قال لي المفروض يبقى هو مش فيسكس قوي علشان وهو نازل يقدر يمشي في الكولامن وينزل على الموبايل فيز وفي نفس الوقت ما يبقاش فولايل قوي ولا نون فولايل بمعنى ما يبقاش فولايل اول ما حطي امطايل وفي نفس الوقت ما يبقاش نون فولايل لا يبقى فيه فولايلت شوية بحيث ان انا لما اجي اعمل له يطير بسهولة بس في نفس الوقت ما يجيش يطير وانا باستخدمه يعني الموضوع يبقى متوازن اللي هو فولايل قوي ولا هو فيسكس قوي يبقى بين البنين تمام تب انا بختار السولفينت على على حسب ايه الاليوت ريبيك سيريس ودي اتبقسم فيها اللي هو اللي هو الموبايل فيز على حسب البولاريتي اه بعد كده كده خلصنا الموبايل فيز نيجي على الكولم قال لي الكولم ندوت اول حاجة باختار الديمينشن بتاعي لازم يبقى فيه علاقة ما بين اللينس تو الويتس ريشيو قال لي الطول والعرض او الطول والعرض لازم الكولم نبتاعي اهوت لازم اوازن ما بين طوله والعرض بتاعه علشان يدينا سيباريشن كويس قال لي اللينس تو الويتس ريشيو كل ما يزيد كل ما السباريشن اه افكاسي تزيد تمام طيب بيقول لي تاني حاجة عندي الباكنج لما اجي اعمل باكنج للكولم يعني ايه باكنج ليه الكولم اللفظ ده لازم تعرفوه باكنج يعني ان انا احط اللي ستشنر فيه حلو كده طيب الباكنج ده بيتم بطريقتين اما بويت ميسود او بي دراي ميسود الويت ميسود دوت ان انا بجيب اللي ستشنر فيز ادوابه في حبة من الموبايل فيز واعمل سالري كده زي سليوشن كده بعد كده ابتدي احطه فيه اللي هو الكولم طيب ده باستخدمه امتى امتى بلجا ان انا حط حبة سالري شوية اه حبة موبايل فيز عليها هسفد ايه قالي لو كان اللي ستشنر فيز بتاعته عالية بيبقى جامد فانا محتاج ان انا افكاكه شوية ففي الحالة دي بحط له حبة من الموبايل فيز زي في حالة السيليكا بس مشكلة الويت هتدي لا هي حلوة الويت ان هي بتخلصني من اي اير بابلز فده بيبقى حلو لان اير بابلز بعد كده هيعمل لي مشكلة في السيباريشة فمزيتها ان ما فيش هنا اير بابلز تاني حاجة عندي ادراي ميسود قالي ان انا بيبقى عندي ادراي اه ابسوربانت اس بور دايريكت لي انتو الكولم يعني انا بمسك الستشنر فيز واحطه على طول وده في حالة لو دينيست بتاع الستشنر فيز قليلة زي في حالة الاليومناء مشكلته ممكن يحصل اير بابلز ممكن يحصل تيلنج وممكن يحصل بور سيباريشن اه فهي مشاكل دراي كتير فلازم تبقى حذر وانت بتحط اير بابلز قالي المفروض ان انا هشلها عن طريق الدي جازنج وكمان من الاول خالص يعني وانت بتعمل حاول وانت بتعمل ما تبقاش مستهدر في شغلك فالاير بابلز تدخل معاين طيب السامبل اللودينج يبقى انا اخدت اول حاجة الباكنج وده بحط فيه بدخل الستشنر الفيس في الكولن تاني حاجة بعمل اللودينج وهنا بحط السامبل السامبل ممكن احطها بالويت ميسود او دراي ميسود طيب الويت ميسود يعني انا هضف لها حبة من السولفنت طيب امتى احط للسامبل حبة من السولفنت لو السامبل كانت فيسقس اوهي وانا مش عارفة دخلها فبعدت لها حبة من السولفنت افكاكها شوية طيب امتى استخدم الدراي والله لو السامبل كانت ميعا زيادة عن اللزوم وانا عايز اتقالها شوية فعط لها حبة من من الليستشنر الفيس طيب الحالة دي بقول عليها دراي ميسود تمام طيب بعد كده بعمل ديفولوبمنت يعني ايه ديفولوبمنت هو عملية ان الموبايل فيز يمشي على السامبل والليستشنر الفيس طيب الموبايل فيز ممكن يبقى ايزوكريتك او جريديانت ايزوكريتك يعني هستخدم اه سولفنت واحد طول العملية من البداية للنهاية عندي تيستي تيوب فيها مثلا سولفنت او ازازة فيها سولفنت بستخدم الازازة دي من الاول للاخر سواء الازازة دي بتحتوى على سولفنت واحد او ميكس من السولفنت المهم ان انا حتى لو هو ميكس بستخدم نفس الازازة طول العملية يبقى هي دي اسمها ايه ايزوكريتك طيب مشاكلها انه ممكن يحصل تيلنج فرانتينج ان كومبيليت ريكافري للسامبل يدينا هاي ريتنشان يعد وقت كتير على ما يحصل طيب الجريديانت قال لي الجريديانت دوت قال لي بستخدم اكتر من سولفنت يعني انا في الاول على حسب بستخدم الاول بعدين المور بولر وديت بستخدم ايه اكتر يعني انا ممكن لو انا عايزة محتاج 20 ملي من من الموبايل فيس ممكن استخدم ايسانون مسلا اخد منها خمسة ملي ايسانون خمسة ملي ما عاربش اسيتون خمسة ملي مية وكذا بس على حسب من الليس بولر زين المور بولر ودي مميزاتها هي عكس اللي فات يعني انا بدل ما كنت باخد 20 ملي من الالكوحول لا بقيت باخد خمسة ملي من الالكوحول وخمسة ملي من كذا وخمسة ملي كذا فيعتبر الاليوشانت فوليوم قال وان هي سنجل اوبريشن عن طريق اوبريشن واحدة اقدر افصل كمية كميات او او different compound مختلفة ليه قالي ما هو compound مختلفة فمختلفة في البولاريتي فانا استخدمت لهم اكتر من من mobile phase ويهيبتدي يفصل اكتر من من compound مختلف في البولاريتي قالي طيب الgradient دي في نوعين stepwise ودوت بيبقى عندي الstepwise ده ببتدي اغير الموبايل phase suddenly تمام وبيكون في break انما الانير بغيره مثلا وليكن كل خمسة كل خمس دقائق بغير كل خمس دقائق بغير بيبقى الموضوع بيبقى ايه continuously added يبقى في الstepwise is added add in their files وبتبقى مش محددة الintervals دي الفرق بينه ماد ايه انما الانير بيبقى content وصله طب نتكلم عن حاجة زي التيلنج احنا قلنا التيلنج دوت زي في الصورة اللي عندي دوت اللي على الشمال دوت good separation الفراكشن شايفين الكونباوند بيبتدي يتفصل على هاية فراكشن ده مثلا عندي الفراكشن اولين ده كومباوند ايه ده كومباوند بي cd على هاية فراكشن زي مفصول انما تعالوا بقى بما نشوف اللي هو التيلنج ابتدى المفروض ان ده فراكشن ماشي بس ده الفراكشن التاني عمل ازاي نازل كده وده نازل وده نازل خالص اهوت وابتدى بقى ايه اللي هو كله يدخل في بعضه تمام فالتيلنج هنا كده مش مزبوط اللي هو السيباريشن مش مزبوط كيف تعالوا ما نشوف الكلام بيقول لي ان انا بيحصل اليوشن of an كومباوند in more than one fraction يعني نفس الكمباوند بيحصل في اكتر من بيطلع في اكتر من فراكشن وممكن describe formation of diffusely باوند زون يعني ممكن يكون فيوز بان تمام الفاكتورز اللي بتؤدي للتيلنج قلي strong interaction between solute والstationary phase او نتيجة application او حطيت سامبل كتير او بور كولم باكينج عملت باكينج مش مزبوط دخلت air bubbles مثلا او improbber selection of mobile phase mobile phase ما كانش ينفع استخدمه ما كانش نافع مع المواد الفعالة بتاعتي والكلام ده وانا استخدمته غلط تمام الفاكتورز اللي هتأثر لي على ال efficacy بتاع عملية separation او الحاجة فاكتورز متعلقة بالstationary phase زي particle size قلنا لو صغرنا particle size هيحصل good resolution لان flow rate هيبقى قليل uniformity of ال باكينج لو عملت باكينج كويس للstationary phase هيحصل good resolution good separation انما لو ما عملتش uniformity للباكينج هيحصل tailing ندخل على ال column بقى قال للكولام نفسه على حسب ال dimension لازم يبقى في ratio ما بين width وال length وقال لي كل ما ratio يزيد كل ما يحصل separation افضل temperature اللي هستخدمها هتصرع لي من عملية ال illusion فلو صرعاتلي ممكن تعملي tailing قال لي mobile phase بقى قال mobile phase solution solvent solvent نفسه should be low viscous volatile يبقى الفيسكوس ما تبقاش لدرجة مش قادرة نزله وفي نفس الوقت ما يبقاش volatile قوي ولا يبقى non volatile قوي solvent flow rate المفروض يبقى uniform لو هو low uniform و low flow rate يبقى هو نازل براحة كل ما يدينا better resolution انما لو كان un uniform او slow قوي يعني بطيء زيادة عن لزوم ممكن يؤدي الى fused band الcontinuity of flow هل هو مستمر ولا لا لو عملت discontinuous هيعمل fused band دي بقى انا اسباب fused band اخذناها اللي هو too slow flow rate تانية حاجة اللي هو discontinuous flow rate قال لي كمان سامبل لو كانت متركزة قوي زيادة عن لزوم هتعمل fused band يبقى انا دواتي عندي اسباب عمل نبتدي نعرفها في دماغنا الى اسباب اللي عمل نعرفها في دماغنا بعد ما خلص عملت separation هعمل قال لي ان انا اتعرف على الحاجة اللي عندي بقى قال لي والله ممكن يتم عمل fractionation و detection fractionation ان انا اطلع والله compound طلعته تمام او كده فقال لي ممكن اطلع عمل fractionation يعني اطلع كل مثلا fixed volume يعني كل 2 سنتي ابتدي انزل كل 2 ملي مثلا ابتدي انزل من من اللي هو القولم ده افتح الحنفية وانزل او مثلا كل 5 دقيق انزل او افتح الحنفية كل 5 دقيق ال detection ان انا بتدي اتعرف بقى على الحاجة اللي عندي والله ده ممكن جوه القولم نفسه لو هو ملونة لو المادة بتاعت ملونة او او انا مثلا اعرضتها للم بت يبتدي يظهر في fluorescence او او تقف وده عن طريق بيظهر اوي في تي ل سي ان انا ببتدي اعرض وبرضو ان انا بحط coloring المطر يبتدي يظهر الفراكشن والكلام ده يبقى الفراكشن are collected and then solvent is evaporated طيارة الصورفينت وابتدي اعرض اللي طالع عندي ال uv او coloring creation الapplication بس اخدم الكولام ده في ايه قال في ال purification في حالة ال separation في حالة ال sample preparation ان انا لو ورا حضرها لل hblc او ال gas كرومتو جرافي بحتاج العينة بتاعتي الى حد ما ما تبقاش يعني بتبقى احطوه في الكولام من الاول بعد كده احطها في الجهاز كرومتو جرافي اه قال اللي preparation scale of natural product of blend origin يعني بيستخدم لكل حاج الكولام ده ممكن يستخدم من الفصل الكلويد فلفونويد وياك دي الصور اللي كانت موجودة في جزء دكتور الراوية اللي هو السايلانول دي اللي هي بتبقى اكتب السايلوكزان ده بيبقى اكتب مش اكتب اصلا اه السوبر كريتيك اللي هو الجريديانت والايزو كريتيك اليوشن الايزو كريتيك بستخدم بولاريتي واحدة او صول فنت واحد انما في الجريديانت بستخدم اكتر من حاجة بالنسبة بقى الاليوتريبك سيريز قال لي ان انا ببتدي قال لي البيور ووتر دي اكتر حاجة في البولاريتي اقل منها ميسانول إيسانول بروبانول اسيتو نايترايل والحاجات دي كلها ده بس للقرية الترتب للقرية بس انما انتو متعود ش تحفظ الاليوتريبك سيريز وبكده التجميع بتاعتنا هتكون خلصت عندكم بقى في اخر التجميع هتلاقي الاسئلة ممكن تقود وتحلوها وتمشي واتبنى الدنيا تبقى تمام وانتو لو احتاجتوا اي حاجة انا برضو معاكم ومتواصلين مع بعض على طول يلا السلام عليكم